أهلا بكل مشاهدين يا مجمدين من المشاريع المهمة اللي بيحصل فيها تطوير ورفع كفاءة هي البحيرات الشمالية اللي زار البحيرات الشمالية قبل كده وقارنها بالوضع الحالي حيعرف حجم الإنجاز اللي مش بس تكريك وتطهير ده كمان نقدر نقول استعادة للتوازن البيئي ورصد التلوث ومحطات رصد كل ده حيكلمنا عنه الدكتور عيد الرجحي مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة أهلا وسهلا بحرصتك صباح الخير يا دكتور أهلا بك يا فنط طيب إحنا عندنا محطات رصد وعندنا محطات مهمة بس إحنا محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن أهميتها عشان نبقى عارفين محطات دي شغلتها بالزبط إيه بتعمل إيه هو بالنسبة لفكرة الرصد عمتا في وزارة البيئة العادي بالنسبة للوزارة إحنا من سنة تسعة وتسعين فيه عندنا رصد دوري كل رحلة كل أربع شهور بالنسبة للبحيرات الجديد بالنسبة لنا أننا أصبح تم إضافة الرصد اللحظي ده معناه أننا لدي أجهزة ثابتة في البحيرات وإحنا أونلاين شايفين نوعية المية عاملة إزاي ده مهم جدا بالنسبة لنا بحيث إن إحنا يبقى فيه كنترول على أي مصدر مصدر التلوز بالنسبة للبحيرة الإضافة دي لسه يعني جديدة من 2018 إحنا بدأنا ببحيرة مريوط فيه هناك تريباً أربع أربع محطات حالياً وأنا عندي لو أنا بعد المنزل كل كام شهر أشوف فيه مشكلة أو إيه وضع البحيرة أنا يومياً في اللحظة شايف البحيرة قدامي شفت تسريب شفت أي حاجة بتلقى في فيمياة البحيرة على طول بتحرك والفكرة دي مش موجودة في البحيرة بس على الفكرة إحنا عندنا محطات كمان في نهر النيل كمان فإن شاء الله عندنا خطة طموحة أن إحنا نركز على موضوع الرصد وخاصة أنه هو في إطار قانوني بمعنى أن المادة 58 من اللايحة تم إلزام جميع المنشآت يكون عندهم محطات الرصد ونركزنا بعض الصناعات زي بيتر الكوميات والغزل والنسيج والأغذية حتى محطات التبريد الخاصة بالكهرباء كمان القريبة من البحيرات أو نهر النيل مش كلها إحنا عندنا ثلاثة سكتور بالنسبة أو ثلاثة قطاعات بالنسبة للرصد كل ما يصب على البيئة البحرية ممكن البحر المتوسط وبحر أحمد ونهر النيل والميه العزبة يعني لو حاجة بتصرف على الترعة كمان والبحيرات وكل ما يؤدي إلى البحيرات فكده إحنا مغطيين تقريبا كل البيئة المائية في مصر يوقفيها إلزام لأهم المنشآت أو أهم الصناعات إن يكون فيها رصد لحظي وفعلا بدأنا إحنا عندنا حاليا منشآت في مريوط العمرية البترول وسيد كرير أو هي سيد بيك للبترول وفي مصر بيترول كوميات ومصر غازل ونسيك وأبو الهول للملح دول كلهم ركبوا سنشر وبالنسبة لنا إحنا نشايفينهم هي هو التطور جاي منين القصة مش قصة إننا برأيب على المصر ده المفهوم لأ لأ هي قصة إننا بنساعد بعض إننا لو معنى إن فيه مؤشر ملوس في الميا معنى إن فيه مشكلة في الصناعة فأنا ببلغ المصنع إلحق فيه عندك مشكلة كذا فأنا كده يعني قد يكون فيه تسريب في المواد الخامة قد يكون فيه مشكلة في الخط إنتاج ففي النهاية أنا بقول له كأننا بدير مع المصنع بقول له خوب بلك فيه عندك مشكلة كذا فهو استفاد وسبب بتلينا مشكلة برضه يعني فيه عندك مشكلة وسبب بتلينا مشكلة في إنها لوزت مثلا مصدر مصدر الماء بزبط فبالنسبة للمصنع هو مستفيد لأنه هو كده أنا بدير مع المصنع أنا عينه بسه من بره فهو استفاد كمصنع كممشأة من ناحية اقتصادية وأنا كبيئة حاوزت على البيئة يعني ده المفهوم معنا بالنسبة للسنة نحن صغيرين بنسمع عن إن بحيرة المنزلة من أهم البحيرات بحيرة المنزلة والاستزراع السمكي بحيرة المنزلة كنا بناخدها حتى في الدراسات الاجتماعية من وحنا صغيرين كده فيه تطوير كبير بيحصل في بحيرة المنزلة وفيه مشروعات بتحصل لإعادة التوازن البيئي وضبط التوازن البيئي اللي موجود في بحيرة المنزلة حاليا نحن هنرجع لمصطلح إعادة التوازن هو الهدف العام أن نعيد بحيرة المنزلة ده بناءة توجيهات السيدة الرئيسة الجمهورية أن نحن عايزين البحيرات تعود لسابق أصرها وكما كانت وده ليه شغل معين خاص بالتطهير والتكريك طب إيه الجديد لإعادة التوازن لازم أربط عايز التوازن بالتنمية المستدامة بمعنى أننا هل هكتفي بإجراءات التطهير والتكريك وقف الحد كده ورجع المساحيات وشيل التعديات بس وفي مشروعات تحافظ على استدامة هذا التوازن ويمكن بحيرة المنزلة من أكتر البحيرات اللي فيها شغل فعلا بالنسبة للمشروعات طبعا بحيرة المنزلة فيها مشروعات في برصعيد وفي دميات طول أكتر محاوظةين نحن لسه أخيرا تمس تصديق على مشروعات مش أقول ترفيهية لكن نحن بنحول البحيرات من المفهوم العامة النساء أنها مصدر السلسة من كيئ أن نحن بنعظم استفادة منها ببعض المشروعات البسيطة والمهمة واللي ستغير فعلا الشكل وإن ممكن لقاطع حضرتك وفي ما نعمل نحن نعمل مشروعات ترفيهية وميلو نعمل ده الحياة اللي نتكلم فيها وهو ده اللي يستحقه المواطن المصري أن يبقى فيه جودة للحياة وأنه يبقى شايف يبقى عنده شغله ويبقى عنده ترفيه ويبقى عنده كل الأشياء مقبول جدا هل إحنا كان دور ما نعمل إعادة إعادة توازن بس ورفع التعديات وخلاص ولا إن إحنا يبقى عندنا مشروعات تفيد المواطن وفكرة كلها مش أقول مشروعات ترفيهية بس بس يعني تم مروعات كافة الجوانب بكثالية وبيئية واجتماعية إحنا عندنا يعني المشروعات البسيطة الموجودة وفعلا هتغير الشكل العام يعني في عندنا جزر جزر أسرية موجودة في بحيرة المنزلة تم اختيار جزرتين هيبقوا مظر سياحة مفتوحة منهم جزيرة تنيست قريبة جدا من برسعيد وفيه جزيرة ابن سلام وده فيها مقام صحابي جليل عبد الله ابن سلام دي هتتغير تماما هتكون نفس دي زاين مسجد رحمن الرحيم بمشجع بقى سياحة دينية كمان وسياحة داخلية والمساحة بالكامل هيتم مسطحات خضراء وكذا وكذا فالتوجه العام إحنا حولنا هذه الجزر من جزر معزولة لجزر يكون فيها أنشطة بالإضافة أن تم تصديق خلاص على الأماكن السكانية المطلعة البحيرة زي المطارية وزي النسايمة وزي الجمالية بالفعل بدأنا خلاص يبقى فيه مراسي صيد كان الأول المراكب تقوم بوضع شوي هيبقى فيه مارسة في كل مكان من دان كان في المطارية والنسايمة والجمالية فيه ممشا زي ممشا ممشا مصر هيتعم برضو هناك على مسافة كيلو وكيلو ونص كمان نفس الممشا هيتعمل في الشمال ما بين دوميات وبين برساية بس على مسافات أكبر بخدمات بكل حجم فكده احنا حاولناها من من بحيرات الغرض منها الثروة السماكية أو الترمية الثروة السماكية لمشروعات متكاملة كبيئة ان احنا توجيهات مع الوزيرة دكتور ياسمين فؤاد ان احنا مش هنكتفي بموضوع عادي التماثل احنا زي يوقع فيه استدامة بيئية في المحيرات فده بدأناه بالتخطيط للمشروعات يعني احنا مع الزملاء في كافة الوزارات ان اي مشروع قبل من نتكلم فيه مراعاة كافة الشرطة البيئية يعني انا تطوير ابن سلام او الجزيرة ده فيه اسئلة شرعية لازم اقولها ولازم يوقع فيه اجابة بالنسبة لي سيادتك هيوقع فيه ماء الصرف هتروح فين سيادتك هتعمل مباني خرصانية ولا هتروح فين طيب بتحددولهم اه هننقل المصار الصرف ولا هم الناس بتكتهدوا بيعرضوا عليكم لا لا احنا بنساعدهم في الدعم الفني بالنسبة للقصة دي ويبقى عندنا شراطات بيئية من اساس ان سيادتك اي مشروع تعملوا في بحيرة المنزلة مهما كان من البداية لازم يبقى فيه شراطات بيئية ده من نصقها معهم مرتزمين بيه لان هكذا عندنا مشكلة في مصر في موضوع تخطيط بمعنى ايه بمعنى ان احنا بننفذ المشروعات وعا كده نتكلم هل لها تأثير بيئة ولا لوقت لا من البداية احنا بنراع البعض ده عظيم جدا طيب خليجة ابو اير برضو حصل فيه تطوير خلال الفترة اللي فاتت ومسألة تعامل مع مياه الصرف للصنع ودي حاجة مهمة جدا ازاي وصلنا الفين فيه في الاول وازاي ممكن نعتمد على الناتج من بعض المصانع فيه توليد الطاقة طيب الجزء الاول خاص بالجزء بالنسبة لابو اير هذا الملف كان ملف شائك وكان عملينا مشكلة كبيرة جدا لان ده المياه الخارجة من مصرف العمية بتصب في النهاية على خليج ابو اير فاحنا اشتغلنا على المنشآت اللي بتصرف على مصرف العمية وعلى الخليج نفسه خلال ده اربع سين كان فيه مجودات جبارة في هذا الملف واحنا استغلنا فيه كافة ادوات وزارة البيئة بمعنى ان احنا فيه منشآت زي ابو اير الاسمدة ده كان فيه دعم كامل للابو اير في تنفيذ محطة المحطة دي من محطة عملاقة بتعيد استخدام خمسة امفل مئة من الماء فكده احنا يعني الجزء الخمشون في الماء ده هو بس حلام بيوصل للخليج ومعالج الجزء التاني ان احنا قدمنا الدعم الفني والمالي لأحد مصانع الورق هناك مصنع المعمورة وده قصة نجاح بالنسبان كده ان هو بيسترجع المادة الخام اللي موجودة في الماء تصرف تمام فاصبح تشغيل المحطة بالنسبان له لها عائد بمعنى ان هو كل ما يشغل المحطة كل ما يرجع الفايبر او المادة الخام اللي موجودة في الماء موجودة في الماء التجربة دي احنا حاليا في مصنع المعمورة حاليا بنحاولها معاملها عن مستوى جمهورية وخصة المحطة مش مكلفة بالنسبان له بالعكس انا عاوز اقول لحلك ان هو بيسترد تكلفة المحطة بخير سنة تقريبا خير خير سنة فبنسبان له حافظ اشكرا انا بحط نفسي دايما مكان المستثمر انا مش اقول لعمل محطة بس ده هو مش بس كده وفر في الفلوس ويجاب سعر المحطة هو كده سمح لنفسه بالاستمرار لان احنا عارفين ان احنا خلاص بنتحاول الاختصاد لخدر وبقاش متاح ابدا ان احنا يبقى عندنا اي نوع من انواع التلوث احنا بنستضيف كوب 27 المؤتمر المناخ فما فيش يعني ما بقاش في مجال ان حد يزود تلوث وان هو يبقى وزلنا اللي احنا بنحاول نصلحه من اللي حصل من الدور احنا حاليا قولا واحدا لان امتلك رفاهات ان احنا نجادل ونفاصل في نوعية المعين الموضوع ان نتعدين خاصة المرحلة دي بس احنا برضو بنفكر بنربط البيئة بالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي بمعنى انا بحط نفس المكان المستثمر هو اللي هننفزه مع بعض انا هستفيد حماية بيئة وستثمينه في صدية ففي النهاية يبقى احنا متوابقين الاداء الاخرى ان احنا وصلنا لغاو كمصنع كبير تشمع لان ما فيش يزار يعني احنا احنا قدمنا له الدعم وانا انا هخد تامل من الوزارة هنعمل لك ديزايد المحطة هنعمل لك يعني احنا معاك اولا ميالتفز مفيش استجاب غلق على طول بتبقيت معالي الوزيرة غلق على طول مباشر يعني عشان كده بقول هذا ملاف بالذات احنا استخدرنا فيه كافة الادوات من 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 الحوافز البيئي واكيد واخد فترة لتعديل اوضاع او كده احنا عارفين ان احنا دايما بنقول احنا بنرحب بالمستثمرين وان احنا خطتنا دايما اجتزاب الفانديم الجد اه طبعا طبعا فدي خطة احنا دايما بنقدم الدعوة انه تعالوا احنا عندنا وغيرنا خوانين كتير جدا بحيث انها تسهل عليهم فاكيد فيه نوع من انواع المراجعات بقى الممكن قد تكون متاحة اذا اذا مشي على الطريقة الموضوعة من قبل الدولة ووزارة البيئة يبقى اهلا وسهلا بيه دايما وابدا احنا عملا المستثمر الجد احنا بنبقى سابقين وخطو ان احنا معاها كتف بكتف ونشتغل معاها ع تطوير المصنع على فكرة يعني طب انت طب ايه راجع تعال نعمل طغة شمسية طب ايه نعم كذا طب احنا معاها وعندنا عفوان ده التمويل احنا عندنا مشروع برنامج التحكم في تاوس الصناعي هذا احد الازرع قوية والاساسية في زرط البيئة ده اللي بيقدم الدعم الفني والمنح كمان للمنشآت يعني ممكن المنشآت يعني تكلف مشروع معايا وبتيجي بتاخد ايه متعشرين في المئة من المنت المشروع اللي هي نفذاته يعني فالمستثمر الجد اللي بيحافظ عليها احنا معاها وسابقين وخطوة كبيرا وبنحاول مع غير جد مرة واثنين لكن في نفس الوقت نحن نمتلك سيادة القرار تماما فان احنا نعد المسار اي حد بالزبط فان طيب لو رحنا بحيرة قرون بحيرة برضو من البحيرات المصرية اللي طالها اكيد تلوث وحكيد حضرتك عارف حاجة زي دي عايزين نعرف مجهودكو في استعادة التوازن بامارة تانية لان احنا من فترة كبيرة كان فيها مياه صرف صناعي وزراعي وغلاف بالنسبة لبحيرة القرون اولا يعني المعظم الناس عارفة مشاكل في البحيرة وما ده تظاهر اللي حصل بحيرة هو فيه صدر قرار 603 2019 ده تشكيل لجنة برئاسة سيدة الدكتورة اسمين فؤاد وزارة البيئة وده انا بعتبره احد الانجازات الموجودة للوزارة هذا الانجاز اللي هو بدأ وفيه خطوات سابتة فيه وانجاز لسه غير موعل بس احنا نحاول احنا نختصر احنا هزي اللجنة كانت مكلفة بوضع التصور لحل مشكلة قرونه ومشروعات عادة التوازن احنا عندنا تلات مشروعات اساسية عندنا مشروع خاص ان فيه ملوحة زيادة في البحيرة وازاي اتعامل هزي الملوحة كان عندي مصارين هل نتعامل مع الملوحة ان هي عبئي بيئي وهنتعامل مع الملوحة ان هي مصدر املاح مصدر مورد فاحنا خلاص احنا يعني بدأنا ان شاء الله في انشاء المصنع استخراج الاملاح ده بتكلفة حوالي ثلاثة ملوحة شوية فاصبح الملوحة حولناها من عبئي الى موهد فان شاء الله اللي بدأنا ان شاء الله خلال 36 شهر يكون المصنع بدأ المشروع التاني الخاص بالصرف الصناعي احنا استلمنا الصرف الصناعي كوزارة بيئة في منطقة الصناعي في كوم قشيم وفي عندنا اكتر من 40 مصنع مخالفة احنا حد مبارح احنا كل المصانع وفاقات اوضاعها في عندي 12 مصنع بيعملوا اعادة تدور كامل للماء او بيخرجوش وحاليا بنترى حاليا المناقصة تخيلل الزملاء في التنمية الصناعية لانشاء محطط صرف صناعي معالك بالنسبة كوم قشيم يمكن يمكن تكلفها تتجوز تقريبا 350 مليون حاليا احنا حاليا في طريح المناقصة الجزء الصرف الصحي فيه عندنا شكوين في الصرف الصحي الجزء خاص بحياة كريمة هذا المشروع المحترم لانه هو حل مشكل جزرية بالنسبة حياة كريمة في المحافظة في يوم هيتنفذ او جاري حاليا تنفيذه وفي مراحل تسليم كمان في مركز يوسف الصديق ومركز اطسا بالاضافة المشروع المنوال من البنك اوروبي وده بيوصل ل390 مليون يورو هذه المشروعات بيتم التعاون مع اكتر من جهة بارقام مختلفة سواء بندعم مشروعات تنموية او مشروعات قومية بالاضافة للتعامل مع شركاء خارجيين كل شكر لحضرتك الدكتور عيد الرجحي مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة انا عرفتنا وشرفتنا وعرفتنا معلومات كتير شكرا شكرا